عنوانها تقوية العلاقات وحسن الجوار زيارة رسمية يجريها رئيس إقليم كردستان إلى طهران زيارة حملت تفاصيل العلاقات التاريخية مع إيران وتشكل علاقات تاريخية بنيت على حسن الجوار والعلاقات الاقتصادية والتجارية وكما هي دول المنطقة التي قد تتعرض لعلاقات فيما بينها تشهد تذبذباً إلى أن النهج الثابت لدى كردستان بحسب ما جاء في تصريحات رئاسة الإقليم كان التأكيد دائماً على أرسال رسالة لجميع العالم ولسيما الدول المجاورة بأن كيان إقليم كردستان هو دائماً عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة مع التأكيد على أن الإقليم لن يتحول إلى عامل تهديد لمصالح الجيران وتشير رئاسة الإقليم إلى أن الزيارة تهدف إلى أن تبعث رسالة طمأنة لإيران بأن المصالح المشترك بينها مستمرة رغم ما تمر به المنطقة من ظروف غير مسبوقة كما أن الزيارة تركز على تطوير العلاقات والاحترام المتبادل وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين وعلى رأسهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان الإيراني بدأ رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني سلسلة لقاءاته في العاصمة الإيرانية طهران بعقد اجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة يرى مراقبون أنها تأتي في وقت يتطلب جهوداً حثيثة من كل الأطراف لدعم أمن واستقرار المنطقة من جهة وسعي الإقليم إلى رسم خارطة تعكس علاقات الصداقة والتعاون التي صنعتها أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر